المجلس قدرت ولاك ولاك إذا الأمر وصل لمرحلة القهر لأشخاص ليهم تاريخ ولهم اسم لابد أن يعرض الأمر على الرأي العام عشان الناس تفهم يعني أنا النهاردة وأنا بوجهك بمشكلة شيكبالة أنا متصور أنا بوجهلك اتهام كرجل عضو في لجنة كورة ده الوضع الطبيعي بتاعك أنت تموجود في لجنة كورة ما يبقى عندي إبراهيم يوسف وحازم إمام واللجنة بتاعت الكورة ما يبقاش فيها الاتنين دولت سوريا بقى أنا رجل بقى بهزر بهزر فأنا ما وجهتلك حواري أنا وجهتلك عن أنت رجل ضمن الناس اللي قاعدوا مع اللي جه ووتفاوتوا في الشهر أنت عايز تسمع بقى شوف حازم لما بيبقى قاعد بيتكلم إزاي عن إبراهيم يوسف كابتنه طبعا لا ما هو ده نشأة طيبة من أصل طيب يعني حازم كنت أقوله أنا معاش عارف أكرهك نفس أكرهك مش عارف هو بيجبرك على ده يعني يجي يعني أحيانا مثلا إيه بيبقى عايزين يكبره حازم على إبراهيم حقيقة هأعرف كالكامل بيقوله ده كويس أنا فاهم أنا فاهم من أول مشوار الوحيس وده أسلوب لما حازم وجماله يقول لا الكابتن إبراهيم طبعا عايزين عضو في المكتب التنفيذي من الكورة هيا حازم لا الكابتن إبراهيم تخوني اللي بيعرض مع يعني أنا مش عايز طبعا أتكلم على الحد ولكن هناك أسلوب راقي لابد أن يتم في الحوار ولما يتم الحوار لازم يبقى كابتن كابتن زملة كلهم زملة كلهم أنا بقى لي 35 سنة في نازل أمريكي الزملة كلهم من أرشاق إبراهيم يوسف طبعا مش عايز أقول يعني حاجة نعم نعم دول من أرشاق إبراهيم إبراهيم ما تغير أنا متغيرتش الله خالص يعني لا الكراسي بتغيرني حضرتك أعرف لأني أنت بتحب الناس وهم بيحبوك وأنهم عندي 11 سنة صحيح حضرتك تشتغلنا مع بعض طبعا يعني أنا فخور جدا في الفترة اللي حضرتك أعطت معايا وأنا أعطت معك فيها طبعا ونفس القصة إحنا السيرة العاطرة هي اللي بقي لنا ما فيش كلام إيه ده ما فيش كلام لا يعني إذا جاز لي أن أنا أعقب على اللي أنت قلته هذا أمر غير جائز أولا احترام الأقدميات ملعب كرة القدم هناك كابتن والكابتن بالأقدمية فلابد أن يدير فريق كرة أو يدير مجلس إدارة لابد أن يحترم الأقدميات لأن ده احترام للناس أنا والله بحلف لك أنا حبيبهم أنا حتى أزيل لحظة ومش هتغير الحب نعم لأن المجموعة اللي أنا متواجد معها مجموعة جميلة جدا على المستوى الفرد يعني يعني أنا يمكن لو عاتبت على أستاذ ممدوع أنه كان يجب أنه يكون هو المايسترون اللي بيستسمر قدرات كل واحد فينا صحيح بس فقط صحيح ومع ذلك لا أنا بحب واحد حتى أنا قلت له قلت له يا ريتك بتحبني ربعا ما أنا بحبك ولازم لازم تستسمر قدرات المجلس اللي معاك من أول أنا معترض على كلمة بحبك وبتحبني أنا اللي عايز أقوله أنا معاك بحترم أنا لا ما أقصدش أنا آسف أنا أقصد التكليف العمل لابد يبقى بالكفاءة يعني كنت بتكلم أنا في الإنترو على تشكيل الحكومة قلنا لابد أن تأتي الحكومة بالكفاءات وليس بالحب أو كذا أو كذا لابد أن تأتي الحكومة فيه حاجة أهم حتى في المشهد السياسي بيأكد لنا إرادة الناس أنا منتخب طبعا يعني حتى لو أنا مش على هواك لكن عندي قدرات خلاص أنا منتخب شأن كل الزميل مع احترامل المعينين معينين كفاءات أيضا ولكن أنت بتنقل معينة عشان فيه هارموني ما بينك وما بينه وما بين المجلس مزبوط لكن الانتخابات غصبا عنك تحترم إرادة الناس طبعا إن إزاي تستثمر واحد بقدرة صبر إسراج واحد بقدرة طرقف جاسر واحد هاني العتال أصغر واحد فينا بسم الله ما شاء الله تعالى شوف بصمته في المجال الاجتماعي في النادي اللي هو هنقول بروفيشنال يعني محترف يفهم في الحتة دي أحمد جلال نفس القصة رقوف جاسر حازم روكسان مدام روكسان طبعا الأخت العزيزة نعم كل عمر الجنين كل المجموعة جميلة جدا هي المجموعة كلها جميلة محترم هو لابد دائما لازم القائد الشاطر اللي يخلق الحب بين الناس بالقناعات بالأضواء ودى عشامنا وأمالنا وكان طموحنا في الأستاذ ممدوح طيب خليني دلوقتي أرجع تاني أنت قلت أنه أنه فيه وكيل جيه طبعا هو ما هو وكيل أنا كانت المتحدة أنا بعيد بقى ما أنت بعيد أنا عارف أنا كنت لقلت بوجه لك لا خالص تم تكليف تاني الأستاذ ممدوح عباس بأنه مسؤول عن هذا الملف فهو أقدار الملف بطريقة خلينا أقول الجزائلة أولانية عشان نستبه فاهمة أنا متصور أنه واحد كان معدي جنب النادي ودخل قال له أنا عندي عرض لشيكابالا من نابولي كده على طول ما ملهاش معنى تاني أنا أقول له واحد ماشي جنب صور النادي طلع في دماغه فكرة أنه يخش يقعد مع موديل النادي أو رئيس النادي يقول أنا عندي عرض من نابولي ملهاش معنى تاني لغاية كده لغاية كده وفيش مشكلة لنظرة للفوضى اللي احنا فيها لكن التصايد بقى لا ده مشكلة بقى لا ما أنا أقول لك التصايد التصايد ايه ده أنت رأي واحد عدى على باب النادي قدم عرض قدم عرض تمام أنا رأيي الشخصي أن عبدالله جورجي بس يقعد معه أنه هو مسؤول التعاقدات تمام من أول واحدة هيباء يعني أنت النهاردة عشان تصعد الموضوع لمجلس الإدارة وناخد موافق يعني إذن وتنزله على الموقع الرسمي وأولا مليون وثمنمائة ثانيا مليون ثلاثا مئة ألف ربيعا بروتوكو إيه ده إيه ده إيه أنا بقى اللي مزعلني بقى بالإضافة يعني السوري يعني اللي حصل ده نوع من النوع الفوضى 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 لكن اللي مزعلني أكتر أن يطلع على موقعكو بعد كده أنه دي صرف نظر عن العرض إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده لا هو عرض إيه اللي أنت صرفت نظر عنه هو برضو إيه ممكن دي يكون اسلوب عرض إعلامي وممكن ده على فكرة دي أنا آسف يا كابتن فلابس ده تراهل لا ده ممكن ده تراهل لا ده أنا لازم أتسف أكون واضح لكن أنا بتكلم في إيه تلم تصرفت نظر عنه عشان كده لابد أن يكون في حد في مجلس الإدارة يطلع يوضح زي ما إحنا بنوضح أنا قلت لك في الأول إيه ما عليش إحنا بنتعلم أنا بص يا كابتن إبراهيم عشان نخلص من الموضوع ده كان الصح يعني خطأ الأولاني هو خطأ جسيم اللي الإعلان عن عرض واهمي واتخاذ قرار مجلس إدارة ببنود هذا خطأ جسيم والخطأ الأكثر جسامة أن أنا ما أصريحش الرأي العام واطلع قولنا أنا صرفت نظر عن العرض برغم أن ما فيش عرض من أساسه وأن الناس الترياءوا علينا في ناديو نابولي وأن الراجل المدير التنفيذ الرياضي للنادي طلع قال أنا زهقت من الكلام في الموضوع كان لازم الأمر الآخر والمعالجة الراقية أن أنا أطلع أقول أولا أقول في بيان من ناديو وجهت ناظري أن مجلس إدارة ناديو ملك بيقدم الاعتزار لجماهير النادي بشكل خاص ولجماهير الرياضة بشكل عام على ما حدث من سوقفه وعرض غير حقيقي كذا 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 ونعهد الجماهير بأن إحنا بعد كده لن ننظر إلا في الأمور أنا أضيف لكلام حضرتك طبعا اللي أنا متفق معك كمان يا كابتن متحت وده حاجة أنا يعني هعرضها على مجلس الإدارة القادم أن إحنا ننظم مثل هذه الأمور كالتالي من وجهة ناظر الشخصية أول حاجة طبعا أني لازم نتأكد من أن الوكيل فيفا ووكيل بجد من أساسه ما اللي بولا كلها وكيل فيفا لا فيفا طبعا الحاجة التانية معه تفويد وليس صورة رسمي من النادي اللي جاي بيتكلم بأسود تمام وعبدالله يعد معاه أي ويتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود قبل ما يرى المجلس الإدارة الحاجة التانية أمور الكرة لابد أن تمر من خلال لجنة الكرة بالكامل صحيح يعني أمور كرة القدم لأني أنا وأنا قاعد فرحان قوي بس متشكك لأن أنا في الكارير برضو يا كابتن يعني عارف لعبتنا ممكن تجيب كام يعني مثلا لما تعرض علينا من نادي الشباب السعودي عرض رسمي فعلا سعودي والأماراتي الإمارات أسف عرض الشباب الإماراتي كان بمليون ونص يورو أنا شايف إنه لوجيك ممتقي للعيب وللنادي نعم لما لما يبقى مليون وتسوامية للنادي لو حسبت الماتشة بمئة ألف زائد مليون ومتين لشيكبالة يعني يعارف المبلغ هده إيه سعر المبلغ يطلع له تتكلم في ست عشرين سبع عشرين مليون جنيه مصري تتكلم على أربعة مليون يورو بالزبط في سبعة يعني تتكلم على تلاتين مليون في سنة بالزبط يعني عارف لو بيع وشيرة إنما سنة فطبعا ده يشككك إنت إحنا بتعقر نشك نعم طبعا لكن لو حصل نفرح طبعا ما فيش شك طبيعي فعايز أقول إنه دي الحاجتين اللي أنا يعني يعني عايز أنقلها للمجلسنا إنه لابد إنه موضوع أي موضوع كوري يخش بخال الكورة ولازم يكون فني موجود يعني مش شرط إبراهيم أو حاسب لتنين طبعا قوة لإنه ده حقنا طبيعي طبعا لكن لو حاسب مش موجود نتأكد من دي لإن أنت زمالك اسم كبير ميت سنة زمالك اسم كبير ما ينفعش إن أي حد حتى يخش ندينا لازم يكون له دور حتى لو زيارة لابد إنك إنت معروف ومحدد إنت مين وتمثل مين صحي أنا بتتفق معك تماما في جزئية دي مش محتاج بقى أسألك سؤال أخير في جزئية دي عشان نقفلها تماما حتى هذه اللحظة الشكبالة مش موجود على الخريطة كابتن حسن شحاتة بدأ فترة إعداده عندكو عندنا نعم مسافرين يوم الخاميس مسافرين أول مشوار أفريقي نادي تشيلسي نادي تشيلسي ربنا وفا نادي تقدم على فكرة من 8 ل7 تقدم يوم يوم واحد على ملعب تشيلسي على ملعب تشيلسي وعايزين نتكلم في القصة دي بس معنا خالد لا لا أنا بس سؤالي الوحيد يعني الأمر محير للجماهير أي الشيكبالة اللي قاعد في بيته ده ربما بيرعب خماس حقا فتحت لكده المكالمات الخارجية اللي كنت متابع في الحلقة الفاتية طبعا مما سلامه الناس كلها